مع بداية مشوارها الرسمي انطلقت حكومة بغداد بوعود محاربة الفساد الذي قال رئيس الوزراء إنه تحدي الأول في العراق الحكومة وصفت أن المشكلتات تتمثل بحماية الفساد من ناحية سياسية وهو ما منع حكومات متعاقبة من العمل على اجتثاثه وفي تفاصيل تلك التصريحات التي تكررت على مسامع العراقيين في السنوات الماضية فإن مؤسسات الدولة وبحسب تقارير رسمية يتغلغل الفساد بها عن طريق هيمنة حزبية هنا ونفوذ سلطة هناك ما يرجح بحسب مراقبين عدم وجود هيبة للسلطة التنفيذية في مواجهة حيتان الفساد من كباره أو حتى صغاره في أحيان كثيرة الحديث الأممي الأخير الذي تبنته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت بما وصفته بالفساد المنهجي المتجذر ما بعد 2003 وحتى الوقت الحاضر حديث المباشر يراه سياسيون بالصريح لدرجة أنه يشمل جميع الحكومات بناء على تأكيد منهم بأن غياب الإرادة الحقيقية في مواجهة الفساد السبب الأهم في تجذره أكثر من وجود أحزاب ونفوذ في ذات السياق تتحدث هيئة النزاهة عن وجود فساد مقدس ومحمي بالمؤسسات التي يهيمن عليها متخذة ألية جديدة لمكافحته كما تقول التقارير الدولية لم تهدأ لتحذير ودعوة الحكومة الحالية وما قبلها سيما مع رسالة مباشرة من منظمة العفو الدولية لحكومة السوداني بضرورة اتخاذ مسار مختلف عن الحكومة السابقة التي قالت إنها أخفقت فيما يتعلق بتحقيق العدالة مؤكدة أن المعيار الحقيقي لالتزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس في الوعود التي تقطعها بل في الإجراءات التي تتخذها رسائل مباشرة تعيد الحكومة من خلالها بمحاربة الفساد فيما التحديات التي يرى محللون إنها عقبة أولى بامتياز في طريق تطهير الدولة من الفساد ويبقى المواطن في انتظار النتائج التي تعكس تغيرا ملموسا لم يره من قبله